وطبعا مع كترة الكلام اللي اتقالت الايام اللي فاتت ده هم بيسخانوا ده مفيش حاجة الحقيقة يعني بعد كل اللي جارة في مصر اذا كنت لسه بتاخد على افاك فانت تستحق انت سفيه يحجر عليك لو كنت بتسمع كلامهم انهم مش هنعمل وتصق فيهم يبقى انت الحقيقة سفيه ابتداء من نهر النيل اللي كان فيه ملء اول وتاني وتالت ورابع وانت يعني لما اغزة يعني لما اغزة مش هايز اقولك حاجات مش لطيفة يعني بتاخد على افاك مرورا بقى بعشرات الوعود بتاعت انه الدولار مش هيحصل له حاجة ها الدولار مش هيحصل له حاجة وقال الدولار وصل لحد فين الان مرورا بوعود كلها كذبة فلو انت هتقول بقى الصم بيقولوا يا جماعة ان احنا لا مش هنبيع لو انت وصلت لمرحلة القناعة بالشكل ده بالكلام ده يعني هتبقى شخص الحقيقة زي مقولكو كده يحجر عليك يعني يحجر عليك هو المفترض ان انا يدحك علي مرة يغرر بيا مرة ابقى حسن النية قوي ويغرر بيا مرتين لكن 357 مرة وبقى بقول يمكن المرة الجاية يصدق يبقى انت الحقيقة يعني ايه على الله حكايتك الاساس سيادة الفريق اسامة ربيع وزي ما قلتلكم قبل كده اسامة ربيع ده سيادة الفريق قائد القوات البحرية المصرية وهنا لدينا زي ما قلنا قبل كده اكتر من مرة ان هناك اشياء مقسمة في هذا البلد لا يمكن ابدا اعتبارها دولة هي مجموعة من العزب المتنقلة كل واحد فيها بياخد حتة لو انتو فاكرين المشهد اللي كان بيهزر فيه كامل وزير محمد زاكي وسيسي ده اللي هو يعني ده نحل وبرنطة فلوسه طب ده انا رحت للسادة عشان اخد ورقه ويحفظ السكة الحديق اللي هو فكرة ايه كل واحد بياخد الحتة بتاعته وبياخد الفلوس بتاعته فبالتالي نفس الحكاية الفريق اسامة ربيع هذا المنصب منصب رئيس هاي قناة السويس هو المنصب المحجوز لقائد القوات البحرية دايما زي ما منصب وزير الطهران كده محجوز لقاة لقاة الجواية من ايام الفريق شفيق زي ما منصب وزير التنمية المحلية محجوز لزباط امن الدول كده يعني ايه بتقسمة كده يا باشا متقسمة وبيقولك ايه فيه تلات اربع محافظات تعبنين بالنفذ كده مش عايز اقول اسامهم عشان ما يزعلوش من الناس منهم بالسويف على فكرة يعني عشان انا من بالسويف عشان الناس كده يا اقولك انا بقى نحط فيهم ايه دكتور جامعة عشان انا راضي ان احنا يعني بنام عندنا حاجة مدنية ما بيختاروا طبعا كده ايه محسن مبارك فيه كوتة اللي اختار الجامعات قلت الان الكوتة الاكبر ما بين السادة لوقات الجيش ولوقات الشرطة والقضاء فكان فيه كوتة كده اللي دي جاتل جاولتني بقى نزق ايه دكتور جامعة او دكتورين في المحافظات التعبانة كده ليه يعني كده يعني تأسيمة عزبة لا علاقة لا بفكرة الدولة ولا الكفاءة ولا اي حاجة فمعلينا فريق قصامة ربيع النهاردة اطلق تصريحات تصحيحية تصريحات تصحيحية بيقولك يبقى انه لن يشهد وجود تواجد اي اجانب ده ده التصريح القديم مش كده يا شباب اللي هو بتاعيوم الخميس بيقول بقى اضافة انه لا مانع من التعامل مع المستثمرين الاجانب عبر الشراكة ولكن دائما ستكون النسبة الاكبر لقناة السويس وذلك لضمان حق الادارة والحقيقة احنا قلنا الكلام ده يعني انا قلت لو ان انا طبعا مطلعتش على الشاشة في ثلاثة دولة انا قلت في القناة الخاصة قلت يا جماعة هي الفكرة فكرة واحد وخمسين تسعة واربعين وهي فكرة رهن القناة وخلينا فاجئكم وفاجئ الناس اللي بيتفرجوا علينا اللي بيسجلوا ورانا كل كلمة انه الحقيقة الموضوع اصبح معروفا وان هناك ما يعرف باسم التوريق وانا مش هشرحه انا هجيب مثلا في حلقة بكرة لحد من اساس الاقتصاد يقول لنا التوريق التوريق ده اللي هو على غرار الجامعية كده انا هبسطها لك بس خليها تسبحها من حد اكثر من المتخصصين التوريق اللي هو التكيش يعني انت بتدي حاجة وتاخدها الكاش التوريق احنا يا جماعة ساقوم النظام المصري بتوريق قناة السويس والحصول على تمانية مليار كاش عبر هذه الاسهم يتفحها اتناشر مليار بعد كده والمصيبة الكبرى كمان في المعلومة التي جاءتني ان التوريق سيكون بيزبطوا بيزبطوا نحيا بيزبطوا شكل يعني عشان يعملوا توريق لتحويلات المصريين في الخارج تخيلوا هنقش الموضوع ده بالتفصيل بس عشان ما تروحش منها لحكاية بس زي بقولك كده يا فكرة اللي قالها لا اسامة ربيع انه لا مانع من وجود بس نسبتها تبقى اعلى يعني واحد وخمسين وتسعة واربعين في المية عشان يبقى ان احنا حق الادارة ده الكلام الحقيق اللي يخد خلينا نسمعه مع الاستاذ محمد الباز وهو بيقوله كده سيادة الفريق اسامة ربيع طيب اخر حاجة فندم مبارح اختلط الامر على بعض الناس وعلى اعلامين حتى كبار للأسف لما حضرتك قلت في المؤتمر انه قناة سويس لن يكون فيها اجانب وبعدين بعد شوية قلت حضرتك انه احنا بنتعامل مع الاجانب في الاستثمار بتعامل مع عرب واجانب فاعتقدوا انه هنا في خلط انا فهمتها لما سمعتها دون ان تقول حتى حضرتك انه مفيش اجانب في الادارة يعني ده من الصندوق المستثمرين دول فبرضو يا ريت لو توضح لنا موقعية الاستثمار لانه او المستثمرين الاجانب فيما يتعلق به الهيئة وهذا الصندوق طبعا انا هو مقصود بالاجانب انه لا يوجد اجانب في ادارة الصندوق لا يوجد اجانب سيطرين حتى على الصندوق او على المشاريع اللي احنا هنعملها لكن احنا نعمل شراكة مع جانب ايه مشكلة احنا عاملين شراكة مع جانب بس دايما بنعمل النسبة الاكبر لقناة سويس يعني نعمل شراكة مثلا مساهمة بيننا وبين اي 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 مستثمر لتبقى النسبة الاكبر لقناة السويسة الاقل زي مثلا شركة التحدي احنا 51 والجرافات مثلا 49% وبالتالي مجلس الادارة يبقى عدد مجلس الادارة من قناة السويس بقى ادور من مجلس الادارة من الشركات الاخرى وبالتالي يبقى التصويت على القرارات والمشروعات والعادة كلها تبقى اكتب ليه تصديق بها من مجلس الادارة القناة وهو ده المصود لو ذاتك حسرت يعني انه مصود اجانب مشاريع في اجانب لا في الصندوق ولا انه بيكر مشروع الصندوق او مشروع استثماري لا احنا اللي هنعمل حاجات دي كلها لكن ممكن نشارك شراكة مع حد دي ما فهش وليش اغالة في البلد كلها يعني وفيش حاجة بني مش حاجة دي دي يعني لكن برضو اللي جعلوه ملاش دعوه بقناة السويس وليجعلو شو بقناة السويس وليج دعوه اللي حط رأيه بقناة السويس حالة تماما زاولتلكو هي الفكرة بتترصد على كده المعندس الدكتور منضوح حمزة قال الحقيقة انه يعني ان طرح سؤال الحقيقة هو سؤال واضح جدا ومفهوم يعني ماذا يعني هذا البند في قانون الصندوق قناة السويس الشيطاني المادة 15 مكرر اللي هو بيع او تأجيل الاصول السابتة والمنقولة لقناة السويس يا جماعة الحكاية من غير اي تجني ولا غير اي حاجة خالص هي فكرة راهم وبيع وتأجير كل ما تقع تحت ايدهم احنا هنروح في الجزء التاني بالحلقة الحديث على الدولار واللي بيحصل مع الناس اللي عندها فلوس النموذج اللبناني يعني انت عندك فلوس لسه هنروح الكلام ده في الجزء اللي بعد ما خلص قناة السويس اللي هو معك كريدت كارد ومعك فلوس في مصر مش عارف تصرف ولا ما اللي نموذج اللبناني بتاع فلوسك دي هيرقم في البنك وخلاص تمام؟ فهي الفكرة واصلة المرحلة هنجيب فلوس باي شكل هنجيب دولارات باي شكل لانه الحكاية زي ما احنا بكنا بنحذر طيلة شهور طويلة جدا 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 من ان الكارسة جاية وان اللساء القطر داخل على الحية خلاص الحمد لله ان في ناس كتير فائت كتير جدا الحمد لله انا لا اتحدث عن المنتفعين والناس اللي بتت يا راجل ده صرف فلوس احنا عندنا قسمة مبارح كانوا عاملين حلقة عشان 57 57 ده الفلوس يعني انا الحية مش عارف الواحد في حيرة من امره ما بين يدعو الناس للتبرع او يقول لا لان انا الحية عندي برضو شوية تحفزات على فكرة ادارة المستشفى من زمان خالص من اكتر من 15 سنة من سنة ان شاء الفكرة كنت يعني عند شوية تحفزات بس ما علينا انت بتتبرع للمريض حتى لو في جزء ما راحش ليه يعني لكن يا راجل ده بيصد عامل صفحات على الفيسبوك على الفيسبوك ومشغل لجان اكترونية لو دفع الفلوس دي المستشفى هتخلص عش هزينا بتاعيش حد عش هزينا بتاعيش حد انت زيتش تيمة فيه بس دي فلوس حرامي يا استاذ انت بتأجر يعني فهي بتكلم على الناس اللي فاقت الحمد لله مش الناس اللي منتفع يعني فالحقيقة انه احنا قلنا يا جماعة على الكلام ده هو عايز يجيب فلوس بأي شكل لانه الكرسى اكبر مما كلكم تتخيلوا الكرسى اكبر مما كلكم تتخيلوا وبيحاول يلصمها زي ما بيقولوا كده يلصم عشان تفضل ماشي طبعا فكرة القصة بتاعت السندوق ده عشان الثقب اللي في الموازنة عشان ياخد فلوس ده طبعا اعتقد دعاء اتكلمت في الموضوع ده بالتفصيل في الحلقات بتاعتها اللي هي فكرة انه الاعتراضات كلها على انه المفترض الدول العالم كلها عندها موازنة واحدة يعني في فلوس داخلة وفلوس خارجة كلها معروفة اللي داخل داخل الدولة كله واللي خارج خارج من الدولة احنا بقى عندنا 6000 يعني ايه 6000 محور 7000 كوبري حاجات زي كده هنا سنديق هنا السنديق دي يا جماعة كلمة السنديق دي يعني معاليهاش اي نوع من انواع الالقابة هنا مجموعة مستشارين هنا مش عارف ايه بلد متعافش تمسكها ليه لان اللي فوق عايز يدير من غير محد يزعجه السندوق يا محمد ومفتاحه معايا محدش يزعجه وطبعا محدش يدير يزعجه الراجل يعني حد في حد في مصر استجرى يقول له طب قلنا الفلوس اللي جات من الخليج قد ايه وراحت فين طب قلنا القروض اللي جات دي كلها المية ثلاثة حسب البنك المركزي احنا هو استلم البلد على 42 مليار والان 157 لسه ما كاملتش فانت عندك مية خمسة وكام مية خمسة وثلاثين مليار دولار قلنا مية خمسة وثلاثين مليار دولار اللي استلفتهم دولار راحوا فين؟ حد يقدر يسأل انت متقدرش تسأل انت متقدرش تفتح بقك فهو عشان يكمل المسألة محدش يجب على دماغ ينعمل بقى حاجات كده عشان حتى محدش يبص على الورق لانه انت مش تقدر تسأل بس ممكن تبص على ورقة رايحة ورقة جاية ورقة تدخل المكتب ده ورقة تتسرب للعائل الخوانة بره زي ما احنا نشرنا كده شوات مستندات لا تبعليه هات يا عم الفلوس من قناة السويس على الصندوق وخلصنا على طرف الناب محمود سامي قالك نرفض قانون انشاء صندوق هذه القناة السويس لانه يساعد على عجز الموازنة العامة للدولة وتراكم الدينا لا الحقيقة انا مش مش هرفض ده خالص الحقيقة يعني انا مش هرفض ده على الاطلاق يعني مش لهذا السبب انا هرفض لانه هذا بيع وتفريط في مقدرات الوطن مش موازنة موازنة ايه عم؟ موازنة ايه؟ هو انا لما هي الخراقة دلوقتي البعض اللي جاء الالكترونية ده امر عجيب جدا انا مستغرب له والله الخناعة اللي شغلة دلوقتي وبعض اللي جاء الالكترونية يقولك بصوا بقى الزعيم الاسد مش عايز يسلم ترانو صنافير امي بقى الله يرحمها هي اللي بقى ترانو صنافير انت مش عايز تسلمها عشان بتبتز عايز فلوس زيادة عايز السعر اللي انت قلت عليه لسه مكملش او عايز زيادة عن السعر شوية يعني انت عايز تمن البيع بزيادة بتواصل تمن الخيانة مش عاملها وطنية يعني مش عاملها ان ده طراب وطني ده انت جبت الخاين اللي حكم بحكم ترانو صنافير السعودية وعينته رئيس برلماء والقاضي الشريف المحترم اللي حكم بانها مصري عادته في البيت وحرمته من منصبه انت تكافئ الخائن وتحارب الوطني فانت جاي دلوقتي تقول لي السلطنان وصفير حمش بتسلم الحمد الله انت مش بتسلم عشان بتبتز عشان تقولوا لا ديني قرشين كمان فانت بتعمل كل شيء عشان الفلوس فانا مش هتكلم عن الميزانية انا هتكلم على الحفاظ على اصول الدولة انها بالسابق طلعت خليل بيتكلم على كارثية هذا الامر خلينا نسمعه طبعا الحركة المدنية الديمقراطية اجتمعت النهاردة بخصوص مشروع قانون قناة السويس واستعرضنا المشروع ومواد القانون ولينا ان المواد القانون بها الفاظ مفخخة والفاظ كارثية سوف تؤثر على السيادة المصرية لادارة هذا المرفق العالمي وسوف تؤثر ايضا من الناحية الاقتصادية من الناحية السيادة النهاردة الكلام اللي قاله رئيسات قناة السويس كله في معظمه مغلوط لان مواد القانون ما بتقولش اللي هو بيقوله بيحقل الصندوق صح بعصول وهذا موجود في مواد القانون كمان انه الموارد اللي هتتاخد من ارادات هيئة قناة السويس ده موجود في نص مواد القانون اخد نسبة من ارادات القناة او جزء من الفوائد طب ايضا ده هيؤثر على ايه هيؤثر على الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة للدولة اللي فيها مخصصات للتعليم وللصحة انا النهاردة باخد موارد بديها للسندوق كمان انه مجلس ادارة هيئة قناة السويس ذاته ليس له اي صلاحية على هذا السندوق يعني ما يعرفش ايه هي المشروعات ما يقدرش يقرر المشروعات اللي هيقيمها السندوق جنسية اللي هيستثمره في هذا السندوق الاراضي اللي عايزينها والاصول اللي عايزينها هذه الشركات كل هذه الامور في معزل تماما عن مجلس ادارة هيئة قناة السويس يبقى اذا السندوق حيبتلع مجلس ادارة هيئة قناة السويس وهنا الخطورة طبعا الحركة ده كلام الحقيقة محترم جدا اللي سيادة النقب السابق لأمينة عامل حزب المحافظين سيادة اسطلعت خليله كلام واضح جدا يا جماعة وهي الفكرة ان احنا احنا هنهرق انت جا تخرج وانت جا تعزيه انا عارف وانت عارف انا عارف وانت عارف وكلنا عارفين كويس جدا ان بيان صندوق النقد لما قالك لابده من بيع الاصول انت عندك اصول اصول تاني ايه هدبحها اوه زنب بيخلص زنب واحد كل كل ما كانوا بيتهموه بيه باطلا وقعوا فيه كل شيء والله عايز حلقة كل تهمة التهمة بها الدكتور مرسي رحمة الله عليه في 2012-2013 فعلت